بعين كتير بيرسلونا على انه فيه كاستمرز كتير بتدخل على وما تكملش عمالية الدفع دي بيبقى سببها انه مسلا سعر المنتج عالي بيبقى مسلا سعر الشحن للبلد غالية وهكذا طيب علشان نعمل ريكوفر لمعظم الكاستمرز دول ونخليهم يدفعوا من تاني من الايميل ماركتنج او ريكوفر ايميل ماركتنج ازاي هنعرف في الفيديو السريع لو احنا مسلا دخلنا على الوردر زفعتنا وانت سيلور بيعمل ماركتنج على فيسبوك او تيب توك او اي حاجة تعرف انه فيه هتلاقي عدد كتير من اللي تشيك اوتس عندك زي دي كده الكاستمر دخل على اللي تشيك اوت اختار منتج او اكتر من منتج وجيه عند الحتة بتاعة سترايد او بيبقى وماكملش الدفع طيب انا عايز اريتارجت الكاستمر ده تاني واخليه يدفع المنتج اللي استغلاه او اللي غير رأيه او هكذا يعني انت لو رحت على اللي تشيك اوتس وعملت مسلا قاس تشوف النسبة بتاعتك وتعرف المشكلة فين لو انت حددت فترة كبيرة زي شهر مسلا هتلاقي عدد كتير قوي هتلاقي في عدد الاكتر ده يعني اللي اتبعت له اميل بس اا ما دفعش تاني التوتال زيرو هتلاقي في واحد اتبعت له الايميل اا ما لسه ده ما دفعش ده اتبعت له الايميل ما دفعش ده اتبعت له الايميل ودفع وهكذا اا طيب لو انا عايز اعمل كود اا سواء بقاش احنا مجاني او خصم بنسبة معينة يروح الكيسطمر ده وخليه يدفعتين يعمل ايه طيب هنروح على هنروح على عندك حاجتين ينفع تعمله اوتوماتك وينفع تعمل الكود اا اا او او منويل الكيسطمر هو اللي يدخلو بنفسه طيب لو انا هعمل اا create discount وهسميه هنا free مثلا 2023 وهاجي هنا هاختار ان هو يبقى free sharing يبقى شحن مجاني هنا تقدر بقى تغير الحاجات دي تخليها بلاد معينة او كل البلاد تشوف بقى minimum purchase amount تشوف زي عايزه يبقى specific customer او everyone وهكذا خليها everyone خليها minimum requirement none خلي ال countries عايز تخليها usa بس او بلاد معينة ينفع تغير هنا في البلاد يعني او مثلا انت عايزت تخليها فرنسا بس او المانيا بس وهاكذا طيب انا كده عملت الكود بتاعي خليته free 2023 هام save كده الكود created هروح على marketing and sales هروح على email marketing اللي check out recovery دي ري تارجت بتاع بلاس بيس اا بوس هنا عندي واحد check out النهاردة بس اا دخل على check out وما دفعش طيب هنا بيقول انه كل عشر دقايق اول عشر دقايق بيبعت الاول ايميل بعدها بيبعت بعد عشر ساعات تاني email retarget بعدها بيوم بيبعت تالت email وهكذا يعني فيه automatic sequence انت ما مش بتتحكم فيها ودي اللي بتخلي اا نسبة ال recover للorderات من ال email marketing عليها طيب انا عايز بقى احط كود علشان اا اا اخلي العميل يدفع تاني طيب هاجي هنا على ال email اللي check out email هعمل هنا هدوس على customize اول email هدخل هنا على اول ال email هيدجي هنا ال email بتاعي طيب انت ال email بتاعك هيبقى موجود في كل حاجة مع ذا الجزئية دي يعني اهو انت ال email بتاعك الطبيعي هيبقى كده you left this item in your card if you check out in the next 24 hours discount code وهتعمل طيب انت ال email بتاعك مش هيبقى فيه الكود ده ده علشان بس انا كنت عملي طيب انت هتعمل ايه هتدخل على customize اول email هتيجي هنا في ال email body او ال theme editor بتاع ال email وهتيجي هنا على اي حتة مثلا خلينا نبدأ من هنا وهنكتب كده we wanted to offer you free sharing code قرروا خلي يعني خليها ما تكتبش code if you check out in the next 24 hours ومسلا ممكن نقول له use code وهنيجي هنا هنحط له الكود اللي احنا عملناه احنا عملناه free 2023 هنختار الكود هنعمل ايه بقى هنكليك هنا على الحتة الجزء اللي انا عايز اضيف فيه الكود use code واقول له الكود مش انا مش عايز ال value اللي هي ايه اللي هو الشحن المجاني خلاص انا كتبته له انا قصى منول انا عايز الكود الكود نفسه فهتلك كده فهو هيحط ال discount code هنا او ممكن انا اكتبها له يعني انا ممكن امسح دي كده واقول له use code free 2023 هاجي هنا على الحتة بتاعت الكود دي واخليها افقلها شوية خليها hold ومسلا ممكن نغير التيكست background بتاعتها نخليها كده بلون تاني علشان نضمن انه الكاستمر يشوف الكلمة دي طيب هنيجي هنا هنيجي هنا هناخد كل الحتة اللي احنا كتبناها دي copy تمام ونعمل هنا save عملنا هنا save هنروح على هنروح على الماركتن ان سيلز الايميل ماركت التاني على ال check out هنا احنا ضفناها الاول order بس هنضيفها لتاني وتالت order او مش order لتاني وتالت sequence في الايميل نفسه هندخل كده على التاني زي ما ضفنا الاول هنضيفها في الايميل التاني والايميل التالي طب ده هيفيد بايه هيفيد انه مثلا وممكن هنا تغير الايميل subject او التايتل بتاع الايميل بتاعك ده هيغير في ايه ان انت الكاستمر مسلا داخلي يشتري order total 40$ مسلا ومقدرش يدفع 40$ انت عملت له retarget بfree shipping مسلا هنقول انه هو 5$ فهو يدفع 35$ فيه نسبة كبيرة اوي من الكاستمرز الموضوع هينجح معاها وهتدفع ال orders دي يعني انت بتدخل زي ما قلت سريعا كده بتدخل على كل ايميل التلاتة sequence بتاعك بتختار ان انت عايز تعمل الكود بتختار الكود وتيجي هنا على اي حتة في ال text editor بتاعتك انت برضو زبط انت ممكن تغير الايميل كوبي ده خالص تشيله وتقول له مثلا احنا لقينا ان انت مثلا ما دفعتش ال order الاخير بتاعك واحنا هنوفر لك free shipping لمدة 24 ساعة والكود بتاعك كده وهتعمل save الطريقة دي بتنجح اوي مع ال orderات عدد ال orderات كتير يعني النسبة اللي انا جربتها من حوالي من 10 orderات الموضوع ده بينجح مع 3 او 4 customers يعني نسبة تتراوح بين 30 40% فاجربوها ولو عندك اسئلة اسألوها على الجلوب شكرا